سيادة لو أعايز أتكلم مع حضرتك عن تطوير مصاري العائلة المقدسة نقطة مهمة جداً وليها انعكاسات كبيرة جداً على أهالي مدينة سامنون أولاً برحب حضرتك بالسادة المشاهدين طبعاً تطوير مصاري العائلة المقدسة أنت عرف طبعاً هو كان من الشوائع العشوائية اللي كان يصعب الدخول إليها وطبعاً تعرفت توجهات فخامة الرئيس وتوجهات معالي الوزير المحافظ بأن القضاء على العشوائيات وأن احنا نعمل حاجة تكون مشارفة لأهالي المحافظة فمن هذا المنطلق ابتدنا نتوى في شاع مصاري العائلة المقدسة وأصبح شاع نموذجي يحتزى به طبعاً خلال أحضرتك بخلال أن احنا ابتدنا أن احنا قد أنشأنا بنية تحتية قدنا الأول على الشوائيات تماماً اللي موجودة في هذا الشاع وبعدين أنشأنا بنية تحتية سليمة من الكخابة والغاز والمية والصفف الصحي للحفاظ على الشاع نفسه وعلى الأسر الموجود في الشاع اللي هو طبعاً كنيسة السيدة العزاء ابتدنا نعمل الشاع بأسلوب حديث أصف الشاع بالإنتلوب والفواس الخاصانية ابتدت عملنا أعمدة جوانب الطريق بالمنظام الهندريل والأعمدة الديكورية ابتدنا نعمل بلعات للصرف المطر علشان ما يحصلش أعاقة في خط السيل الشاع وخصوصاً الشاع ده أصبح جذب للسياح من الخارج ومن الداخل يعني بيجي له من كافة المحافظات لزيارة الكنيسة كنيسة السيدة العزاء وطبعاً كان في نهاية الشاع معمول نفوره في ميدان البطراوي أو ميدان المنتزى على حسب ما بيسمى يعني من الجرانيت ومن الرخام وفيها تمثال بيعابع عن رمز الوحدة الوطنية لهذا الشاع طيب ده عظيم جداً